اشتركوا في القناة وفي تسجيل صوتي مسرب تحدث احد السجناء عن الظروف القاسية التي يمر بها سجناء العزل من قبيل حبسهم طوال 24 ساعة في الزنزانة مضحا ان الزنزانة التي تسع ثمانية اشخاص يضع فيها ضعف العدد كذلك لفت السجين حسن موسى الى انعدام الرعاية الصحية وسوء الخدمات العامة ومنها سوء الوجبات ومياه الشرب وانقطاع الماء عن السجن ورداءة التبريد وغيرها الى ذلك لفت بيان السجناء الى حالات التعدي الجسدي والتضييق المستمر التي تعرضون لها فضلا عن منعهم من ممارسة الشعائر الدينية يذكر ان حسن موسى هو احد سجناء العزل الخمسة عشر الذين بدأوا بالاضراب عن الطعام في الخامس عشر من اغسطس مطالبين بدمجهم مع بقية السجناء وانهاء المعامل السيئة وانضم في اليوم التالي اكثر من مئتي سجين الى الاضراب معلنين تضامنهم مع سجناء العزل وانتقلت اصداء الاضراب بعدها بيومين الى سجن الحوض الجاف اذ اعلن اكثر من اربعمائة سجين عن دخولهم في الاضراب عن الطعام مطالبين بوقف سوء المعاملة والسماح لهم بممارسة الشعائر الدينية وازالة الحواجز في الزيارات العائلية